اشتركوا في القناة 30 و40 درجة بالشمال سجلنا 40 في تونس وكانت بين 40 و45 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي بالعديد من المناطق خلال هذه الليلة يتواصل للتقس ملأم لظهور صحب العادية في بداية الليل بالشمال والوسط ثم صحب عبر آخر الليل وتقس قليل صحب ببقية مناطق البلاد درجات الحرارة الليلة تراح بين 22 و 26 بالشمال وبين 26 و 30 درجة بالوسط والجنوب تصل أقصها إلى حدوث 32 درجة بأقصى الجنوب توقعاتنا الجوية اليوم الغد ان شاء الله انغفاض منحوظ في درجات الحرارة مقارنة بهذا اليوم وصحب قليلة على كامل مناطق البلاد 32 درجة بتونس 29 ببنزرت و28 بنابل 32 بزغوان بمناطق الشمال الغربي 30 بباجا 31 بيتبرقة وكذلك جندوبة 30 بالكيف 32 درجة بسليانا وبالوسط 35 درجة بالقسرين 36 بالقيروان وفي حدود 30 درجة بكل منسوسة والمنسير و28 بالمهدية بسليبوزي درجة الحرارة القصوى يوم الغد تكون في حدود 36 درجة بالجنوب سحب قليلة مع دووير رملية محلية و31 درجة بقابس 38 بيكبلي وكذلك توزر وتصل إلى حدود 41 بالبرمة وكذلك برج الخضرة مع هبوب رياح الشيلي وظهور دووير رملية محلية بالنسبة للملاحة وصيد البحري بشمال تونس ريح تكون من قطاع الشمالي شمالية غربية من 20 إلى 25 عقدة بمنطقة سيرات ومن 25 إلى 35 عقدة بخليج تونس والبحر يكون شديد الاثراب بخليج تونس ومضطرب بمنطقة سيرات على خليج الحمامات كذلك تتوصل الريح من القطاع الشمالي شمالية فشمالية شرقية 25 إلى 35 عقدة والبحر يكون شديد الاثراب على منطقة قطاع الشابة وخليج جابس تكون الريح من القطاع الشمالي شمالية شرقية 25 إلى 35 عقدة ما يعادل 50 إلى 70 كم في الساعة والبحر يكون شديد الاثراب وهائش توقعاتنا الجوية لبعض المدن العربية والأوروبية بينواق شد درجة الحرارة القصوى تكون في حدود 31 درجة سحب قليلة و32 بأقدير 38 بمراكش حرارة منخفضة بكل من ريبات والدار البيضة مع سحب قليلة 26 درجة و33 بتلمسان 29 بالجزائر بعض الأمطار بعنابة 28 درجة و37 بترابلس و32 بمسراتة سحب قليلة بمنغازي الاسكندرية والقاهرة 36 درجة تقص يكون في استقرار بمدينة مونورة مكة وجدة حرارة مرتفعة في حدود 45 درجة 49 بالرياض 45 بأبوظبي وكذلك الدوحة 39 بالمنامة 47 بالكويت 46 درجة ببغداد سحب قليلة بكل من عمان وبيروت 32 درجة بتركيا كذلك تقص في استقرار 32 درجة بكل من اسطنبول وكذلك أنقرة بأثين سحب قليلة وبيطاليا تقص ممتر مع بعض السحب الرعدية ودرجات الحرارة تكون في حدود 19 درجة بأمصر دام مع أمطار أمطار كذلك بلكسنبور وسترازبور أمطار ببريز وليون سحب قليلة بمرسيليا وتولوس 25 درجة تقص في استقرار بمالقة وكذلك مدريد 29 درجة تطول الحالة الجوية في يوم الثلاثين إن شاء الله بداية جويلة يكون تقص قليل السحب على كامل مناطق البلاد والريح تكون من قطاع الشرقي البحر يكون قليل اثراف مضطرب ودرجات الحرارة قصوى تراه بين 28 و32 درجة بالشمال والمناطق الساحلية ومن 33 إلى 37 درجة ببقية الجهات تصل إلى حدود 40 بأقصى الجنوب يوم الأربعة إن شاء الله ارتفاع في درجات الحرارة ويتوصل التقص في استقرار مع بحر مضطرب على كافة السواحل الأمسك يوم الغد يكون في تمام ساعة ثالثة ودقيقة واحدة والإفتار على الساعة السابعة وستة واربعين دقيقة أوقات أصلت اليوم الغد الثلاثين ثلاثين جوان موافق لاثنين رمضان الصبح على الساعة ثالثة وحدشين دقيقة الظهر في تمام ساعة منتصف النهار ونصف العصر ساعة الرابعة بعد زوال وخمسة عشرين دقيقة المغرب في تمام ساعة السابعة وستة واربين دقيقة ولا شعر ساعة التسعة وخمسة وثلاثين دقيقة لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال بموازع صوتي على رقم ثمانية وثمانين أربعين أربع صفار زيارة موقع الويب www.m2.n أو بعث إرسالة قصيرة على رقم خمسة وثمانين سفر ثناش شكرا لنا حسنا متابعة الاهتمام بقيت سهرة طيبة وإلى اللقاء